فبولوس الرسول أو شاول تغير إلى بولوس وحتى يسوع يعني بيستخدم أنه بقول يقول أبغضوني بلا سبب فالعنف أحبائي ليس روح الكتاب ولا المسيح ولا حتى أتباع المسيح أو روح الإنجيل روح الإنجيل هو روح يسوع المسيح رسالة المسيح الاحترام والقبول والمساواة رسالة المسيح رسالة المحبة والسلام لا توجد أي حادثة عنف أو تنفيذ عنف لا في حياة يسوع ولا في حياة التلاميذ ولا الآباء الرسل الأولين ولا حتى ما بعدهم نفذ أي كلام عنف بل انتشرت المسيحية في كل الإمبراطورية الرومانية بدون سفك قطر الدم انتشرت المسيحية بدون سفك قطر الدم بل على النقيد انه سفكت دماء الأبرياء وكما قال القديس ترتليانوس قال ان دم الشهداء هي بذرة الكنيسة ماتوا لأنهم آمنوا بالمسيح ماتوا لأنهم آمنوا بقيام أفضل ماتوا لأنهم أدركوا كل الإدراك أنه ليس بأحد غيره الخلاص ماتوا لأنه أدركوا أن الحياة هي مجرد انتقال بتغمد عينك بتفتح في الأبدية فالحياة الحاضر ما هي إلا خيمة يسميها الكتاب المقدس ظل عابر تجاه طبعا أو مقارنة بالأبدية لم نرى أي إنسان يستخدم العنف ولا كانوا يطمحون في المناصب أو الأمور العالمية فإذا واضح من هذا الأمور لا في الأقوال ولا في الأفعال لا في هوية أو شخصية يسوع ولا في حياة التلميذ ولا في حياة الرسل ولا الآباء ولا الكنيسة الأولى مارست العنف بل بالعكس كانوا يعني يسلموا لمن يقضي بعدل ابقوا معي أحبائي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة